دلوقتي معاد موجز لهم الأخبار مع هدير شكرا لك يا شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفق أعلى المعايير لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب وبما يساعد على تعظيم عملية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم جاء ذلك خلال لقاء رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وصرح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية وتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمتر الأنفاق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الخطوات المتخذة في سلسلة معرد تراثنا لمشاركة ممثلي كافة محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية بما يصهم في ترسيخ الهوية الوطنية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة وقال متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول عرض نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر فضلا عن عرض التحضيرات الخاصة بدورة العام الجاري من معرد تراثنا عشرين اثنين وعشرين والذي يستهدف دعم صغار مصنعي الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ تصويق لمنتجاتهم أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الشراكة المتميزة التي تجمع مصر والبنك الدولي حيث تبلغ قيمة محفظة التعاون بين الجانبين خمسة مليارات وتسعمائة وثلاثين مليون دولار في عدة قطاعات وعرب مدبولي خلال استقباله وفد المدرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي عن أمله في أن تخرج هذه الزيارة بنتائج بناء وملموسة وأن تفتح أفاق أرحب لمزيد من التعاون بين الجانبين وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية في أقرب وقت ممكن في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانسي جرونبرغ تقديم مقترح جديد للحكومة اليمنية وقوات الحوثي لعادة فتح الطرق في محافظة تعز ومحافظات أخرى في اليمن وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان إن النقاشات استؤنفت بالأردن مع وفدي الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق حول فتح الطرق وفق أحكام اتفاق الهدنة وأشار البيان إلى أن المقترحة يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومقاوف عبر عنها الطرفان بالإضافة إلى ملاحظات قدمها المجتمع المدني اليمني أعلن حاكم منطقة لوهانسيك شرق أوكرانيا سيرجي جايدي أن مدينة سيفردونسيك ستشهد معارك أو تشهد معارك شوارع الشارسة فضلا عن تبادل للقصف المدفعي مع القوات الروسية وأوضح جايدي أن الوضع صعب في المدينة واتفاق بالنسبة للقوات الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني بلودمير زيلنسكي أن بريطانيا تزود كييف بالأسلحة التي تحتاجها لخوض المعارك مع روسيا وأعرب زيلنسكي في خطابه عن شكره لرئيس الوزراء بوريس جونسون لإدراكه الكامل لمطالب كييف واستعداده لتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها بالضبط وقالت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بالتنصيق مع الولايات المتحدة بأنظمة راجمات سواريخ يمكنها ضرب أهداف على بعد ثمانين كيلو مترا في إطار مساعدات عسكرية بريطانية جديدة انطلقت قافلة تضم ألاف المهاجرين من جنوب المكسيك متجهة إلى الولايات المتحدة يأتي انطلاق القافلة التي تضم نساء وأطفال في إطار قمة الأمريكيتين حيث يأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن في إبرام اتفاق تعاون إقليمي حول الهجرة الأمر الذي يشكل موضع توطر بين الجمهوريين والديمقراطيين نهاية موجز التاسع عن عود لاستكمال باقي فقرات صباح القرية مصر بعد الفاصل